إلى سوريا هذه المرة وعلاقة قد تبدو مرتبك بعض الشيء ما بين حزب الله وما بين النظام السوري والعنوان الكبير أسلحة ثقيلة في خاص الحدث نكشف تفاصيل غير معلنة حول استحواذ ميليشيا حزب الله على سلاح ثقيل للنظام السوري وترفض اليوم إعاداته دبابات وأسلحة لا بل ترسانة متكاملة خاضت بها ميليشيا حزب الله معارك النظام السوري حتى سيطرته على أكثر من ثلثي مساحة البلاد من جهة واستخدمتها في أحيان أخرى لاستعراض عضلاتها في عروض عسكرية للدول وليس ميليشيات مسلحة فحسب غير أنه بعد تسع سنوات على مشاركة حزب الله العلنية في الحرب إلى جانب النظام علمت الحدث أن النظام يريد استعادة دباباته بعد تعداد أجراه مؤخرا وأظهر نقصا كبيرا في العتاد الذي كان يملكه ولم يدمر في الحرب فمع انتهاء المواجهات وزوال حدة المعارك علمت الحدث أن قيادة النظام السوري طلبت من حزب الله والميليشيات الأخرى إعادة هذه الأسلحة الثقيلة والمعدات والدبابات والأليات العسكرية حيث باتت الحاجة إليها أكبر شمالا في ظل المعارك مع الجانب التركي وفصائل المعارضة وبحسب مصادر خاصة للحدث تماطي الإيران وميليشيا حزب الله في إعادة الأسلحة إلى التي زودوهم بها خلال الحرب وبعد ضغوط جمّة تمت إعادة عشر دبابات فقط من طراز تي اثنين وخمسين فيما العشرات من هذه الدبابات التي يرفض حزب الله إعادتها يخفيها بمنطقة البقاع والجرود في لبنان وفق عمليات بحث وتصوير جوية شاركت فيها القوات الروسية وحصلت الحدث على نسخة من هذه الصور وأضافت المصادر الخاصة بالحدث أن اهتمام حزب الله غير منصب حاليا على مؤازرة النظام أو الدفاع عنه وإنما تسليح نفسه وتقوية مصادر الأسلحة والعمل تحت إمرت فيلق القدس الإيراني وهو ما يسطر نقطة مهمة وفق المصادر حزب الله لا يأبه للنظام السوري إذ كان ذلك على حساب قوته ومصالحه اشتركوا في القناة